قتل نحو ثلاثين مدنيا بينهم أطفال في قصف استهدف مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال المرصد إن براميل متفجراء القطام روحيات لقوات نظام وغارات جوية شنها الطيران الروسي استهدفت محافظة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون ومقاتلون معارضون من مساء هذا اليوم حوالي الساعة السابعة مساء شهدت عدة طائرات في أجواء الريف الحرب الغربي نفزت عدة غارات على بلدة أوريم ما زالت فرق الدفاع المدني تعمل على انتشار العالقين من تحت الأنقاض لا توجد إحصائية أولية لعدد الشهداء أو الأحياء العالقين تحت الأنقاض طبعا هذه الغارات أدت إلى دمار الحي بشكل كامل واشتعلت النيران في كل الأماكن وشكلت إدلب خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الألاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام وحضت الأمم المتحدة الخميس المجتمع الدولي على السعي إلى اتفاقات لمنع حمام دم في إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر